بعد أن عرف جابريال أن أليا هي سكارابيلا وزوي هي كيتي نوار بسبب الألانيس الذي يحسب جميع خطوات الناس وقد حسب قدرات خارقة فماذا سيفعل هل سيطاردهم ويأخذ الميراكلوس منهم أم ستتغلب أليا عليه وما هو سر مونارك لطالما كان غير واضح تعرف على إجابة هذه الأسئلة وأكثر في فيديو اليوم لكن قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وإذا كنت تريد معرفة المزيد تابع الفيديو للآخر لأنني صديقك وأنت تشاهد قبل أن نطرح أي نظريات في الواقع لن تكون نظريات فهي ستكون حقائق سوف نقرأ ملخص الحلقة الحادية عشر وهي الحلقة الثانية من اختيار الكوامي الذي سرب في كتاب الميراكلوس يواجه مونارك فرصة فريدة يرفض تفويتها العالم على وشك أن يتم إعادة تشكيله ولا يبدو أن أحدا قادرا على منعه لأن الكوامي اتخذوا خيارا صرف انتباه مارينت وإذريان تماما عن مسؤولياتهم للأفضل أو للأسوأ من الواضح أن الحلقة ستكون ملحمية بعدما حدث في حلقة سترايك باك وخيانة فيليكس للدعسوقة عن طريق أنه تنكر في شكل إذريان وقد أعطته ميراكلوس الكلب ليساعدها لكنه عندما عرف أن جميع الميراكلوس داخل يويو خاصتها استخدم قوته عليه وعقد صفقة مع عمه جابريال أنه سيعطوه جميع الميراكلوس وخاتمه عاد ميراكلوس الدعسوقة والقط الأسود وجابريال سوف يعطيه ميراكلوس التووس يوافق جابريال وتنهار الدعسوقة لكن بمساعدة قطة تتعامل مع المشكلة وفي حلقة إيفيلوشن ومولتيبليكيشن استخدم جابريال الميراكلوس جميعها مع بعض وكانت تؤثر عليه حتى حلقة ديستراكشن عندما دمر الميراكلوس وحولهم إلى خواتم سحرية وسجن الكوامي في أقفاص لكي يحول قوتهم لا يتحول بها وبالطبع هذا الأمر مؤلم جدا للكوامي وللذين لا يعرفون هذا الأمر أشبه بسحب الدم من أحدكم لهذا نرى الكوامي يكونون خائفين ومرعوبين وبالطبع قد صنع الألانيس لكي تستخدمه جميع المدينة ومن بينهم الدعسوقة والقط الأسود لكي يكشف هويتهما لأن بالطبع حركاتهم تفوق حركات الإنسان الطبيعي والألانيس يقيس الحركات لكن عندما كانت مرينة تجرب خاتم سوكلين وذهبت لتمسك بالديناصورات حسب خطواتها لكنها قالت أن الخطأ في الإعدادات وظن مونارك أن سوكلين هي الدعسوقة لهذا لا تريد أن ترتديه وإدريان لا يريد أن يرتديه لأنه لا يحب التكنولوجيا وأصلا يعرف أن الألانيس يحسب الخطوات لهذا لن يكشف هويته حتى حلقة إنسجام عندما تحب مرينة القط الأسود لكنها يرفضها وظلت مكتابة حتى حلقة انتقال وهي الحلقة العشرة من الموسم الخامس لمعرفة تفاصيل أكثر يمكنك مشاهدة تحليل الحلقة يأخذ كل من بلاك وتكل ميراكلوس من إدريان ومارينة لكي يستطيعا عيش قصة الحب كبقيات زملائهم ويعطون ميراكلوس الدعسوقة لألية وميراكلوس القط الأسود لزوي وبالطبع لأنهم يرتدون الألانيس بعد المعركة يعرف مونارك أن كيتي نوار هي زوي لي وسكارابيلا هي ألية سيزار بعض التسريبات تقول أنه سوف يأخذ ميراكلوس الدعسوقة من ألية ويدمجه على الفور مع ميراكلوس الفراشة ليصبح مونار باغ وأنه سوف يستخدم القوى المطلقة كما قرأنا في ملخص الحلقة لكن كيف وزي الذي تم تسريبه لنا وهو مندمج بميراكلوس الدعسوقة فقط لم يكن هناك ميراكلوس القط الأسود وقرأنا أيضا أن الكوامي سوف يحذرون إدريان ومارينة ربما يتغلب الكوامي على السجن الذي هم محبوسون فيه لا تنسون أيضا أن مارينة لديها تليفون مخصص بالطوارئ والكوامي يعرفون رقمه ربما وجابريا المتحمس يسركون هاتفه ويتصرون بمارينة أو يمكن لكالكي أن يستخدم قوته ويذهب ليحذرها ستقول لي كيف حسنا قوته هي الرحلة ويمكنه فتح رحلة من داخل القفص ويذهب لمارينة هذا شيء بسيط جدا لكن كالكي أكثر الكوامي المستخدمون من مونارك فهو يرسل به الأكومة فكيف سيستخدم القوى المطلقة وهو لم يمتلك بعد ميراكلس القط الأسود لماذا تعتقدون أنه لم يستطع القبض على زوي من الممكن أنه أصبها بالأكومة وأخذ الختم منها في الآخر ولكن بالطبع أليلا لأنه لو أصبت بالأكومة سوف يعرف هوية مارينة ومن الممكن أيضا أن يصابها بالأكومة ويعرف هوية مارينة لكن حينها سوف تتدخل بطلة الفرصة الأخيرة وهي بانيكس أو يمكن أن يحضر لأليا دخولا مفاجئا ويحاصرها في بيتها كما رأينا في حلقة سانتي بابلر عندما هدتها بعائلتها وفعل كل شيء لكي يحصل على الميراكلس لنتكلم عن الموضوع من ناحية جابريال الآن لقد علمنا في حلقة الشغف وهي الحلقة السابعة من الموسم الخامس التي تصاب فيها نتالي بالأكومة وتصبح سفاري نرى فيديو لإيميلي وهي تقول أن جابريال مهوز بالميراكلس ويريد إنشاء عالم يعكس جنونه معنى هذا أن إرجاع إيميلي للحياة ليست أمنيته كان يتلاعب فقط بنتالي كي تساعده ومنذ أن عرفت هذا تحاول نتالي إيقافه وهي موجودة فقط لكي تحمي إدريال من جنونه وكما قال الساس في حلقة إيف ميرول عندما كان شادو نوار يستخدم القوى المطلقة إن أراد جابريال أن يصنع عالما جديدا بقواعد مجنونة من عقله مثل عندما تكتب شيء باللون الأزرق وتريد أن تغير لونه ستمحيه كله وتبدأ في الكتابة من جديد معنى هذا أنه سيمحي هذا العالم وينشئ عالم جديد وهذا لوع عواقب وخيمة مثل أنه لن يكون هناك الدعسقة والقط الأسود ثانية ومن الممكن أن يتدمر إدريال وكاجامي وفلكس لأنهم محوش مشاعر أصلا ومن الممكن أن يتحول الكوامي إلى مخلوقات أخرى من النهاية جابريال لا يريد إرجاع إيميلي هذه ليست أمنيته والذين يشككون في معلوماتي ويعدلون عنوين الفيديو والصور المصغرة أنا لا أجذب وأقول كل شيء بصدق فلا تأخذوا الموضوع من ناحية وجهة نظركم أنتم ولا تهاجموني في التعليقات أنا أحرص على أن تكون معلوماتي صحيحة مئة بالمئة ولا أريد أن أضللكم أبدا لنرجع إلى موضوعنا لماذا لم يمسك بيزوي هذا الأمر غير واضح ربما ستهرب أو تعرف بطريقة ما وتخلع الألانيس أو هناك شيء سيحوزرها أيضا عندما يدمج مونارك ميراكلس الدعسقة والقط الأسود سيظهر له مخلوق الذي هو تيكي وبلاج متحدان ويسألانه ما هي أمنيتك وبالطبع لن أعرض صور لأنني لا أريد أن أحرق عليكم وسيتمنى مونارك أمنيته لك لكن سيعود العالم بمساعدة بانيكس أو إدريان ومارينات وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو ما رأيك بهذه المعلومات اكتب لي رأيك في التعليقات ولا تنسى أن تضع لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى أن تتابعني على الإنستجرام كان معكم أحمد فؤاد وإلى اللقاء اشتركوا في القناة